فكرة الفوزة عن تلعاب الزمالك والطمعة وبعدين الثقة كل ده تكون لكن الأهلي بصراحة بأداء التيشرت الأهلي إنهم عندهم إحساس حلوة كده مع تغييرات كل اللي عدلت الموقف في قدروا الشوت التاني كونونيد خطير لدرجة قبل الجونة التاني بتاعنادي الزمالك الزمالكوية كتير بصوا في الساعة إنه بص في الساعة كفاية بقى لأن واحد واحد أصبحت مقبولة في ظل الحالة بجنون إن الأهلي عايز يكسب بقى المباراة طيب ويجي جونة زمالكتين المباراة دي دي الإثارة اللي في المباراة لكن كجماليات كجمل كجماعيات كتنظمات المدربين أقل مبارياته واللعيبة كتير في الملعب أقل مبارياته لكن الإثارة ظهرت في توقيتات الأهداف والإثارة ظهرت في الرغبة اللي كانت موجودة عند لعيبة الأهل الشوت التاني وظهرت بقى بجماليات جديدة على شخصية الزمالك كم مفتقدة لعيبة نص الملعب اللي بينظمه الفكر والحركة والأداء وعجبني قوي كمان حاجة ومحدش تتكلم فيها خالص فكرة من جميز أن الراجل برضو لازم نديله حقه في النقطة دي إزاي عملية استفزاز المنافس باحتفاظك بالكورة قلنا عليها ساعات استحواز سلبي وناس فسريطة للإستحواز الإيجابي لازم ينتهيب هجمة لكن أحيانا لما الخصم اللي قدامك يكون مجدود وعايز يكسبك وعنده شيء من الرغبة العنيفة فإنت بتفقده له إزاي باحتفاظك بالكورة وده جزء من الزكاء اللي حصل في المالة وده مخ عبدالله السعيد اللي يقدر ينفذ الكلام ده فتم عملية استفزاز لعيب الآن إنهم ما بيلمسوش كورة حصلت مرتين تلاتة في الماتش استحواز متكامل بتعد عشرين وثلاثين نقلة واللعيبة بتظهر لبعض مش بشكل هجومي لكن بشكل الاحتفاظ بالكورة ودي طريقة مختلفة اللعبة الكورة إزاي بتسحوز واللعيبة بتعرف تتصنع أماكن ومسحات يتحركوا فيها غير لعيبة بتاخد الكورة وبيقربوا البعض علشان الاستفزاز النفسي اللي حصل للعيبة الآلي إنهم مش قادرين يطولوا الكورة دي لقطات حلوة الجميز منت بتوعب تدور على المدربين جوه اللعب أيوة ولما تدور على المدربين جوه اللعب بتشوف حقيقة الأداء كلر خلينا نتفق إنه هو مدير فني على درجة عنيد وعنده مرتبط باللي جابه باللي حصده ببطولاته بالكلام فبيخليه عاند أنا الكبير هنا أنا اللي أقول في عاند بالعيب زي مادست وهو كل المؤشرات بتقول إنه هو لا يلائم حتى لو جاب جون لا يلائم لا يلائم مختلف شخصيا في التيشرت مختلف لكن العند نتيجة اللي عنده الرصيد يسمح إن أنا أعمل اللي في مزاجك لكن خلي بالك إن الرصيد يسمح إنك تعمل اللي في مزاجك لكن لن يسمح نادي الأهلي نادي برضو بطولاته بيلعب على كله البطولات وبيلعب على كل المطشات فمهما كان رصيدك دايما وهو عندهم أسطورة عندهم كابتل محمود الخطيب ده نجم كبير طبعا ورجل لعيب أسطوري لن يقبله سوى بالرصيد المستقبلي أنا ما فيش دعو باللي فات اللي فات مات يعني الدفام اللي فات مات ولا عايزك تبقى تعمل للا حسن مع موسيماني بالمناسبة كم ماتش بقى موسيماني أقضى في النادي الأهلي وكم ماتش أقضى حسن شحات الناس اللي علموا أعتقد وأنا قريت كتير قوي في المنطقة دي ما فيش حد تكمل ميت ماتش ما فيش حد تكمل ميت ماتش أنا عايزك تبقى تعمل الإحصائية دي تبقى تعملها من فضلك يعني من أنا عمل كده عمل كده عمل كده يعني دي أحصائية ما حدش دخل فيها خالق بس دي أحصائية بتدل على درجات الكيميا الاندماج ما بين الإدارة ما بين المدير الفني ما بين اللاعب بتستمر قد إيه لأنه بيحصل فيها نفور طبعا زي النهاردة ليفر بول النهاردة خلاص مدربه بيقول لك طبعا ده الرجل عد أرقام فلكية من أوروبا الوقت مختلف أنا مش عايزة كم بيستحمله بس هو قال لأ أنا عايزة أتدلع وارتاقح صح لأن مدرب الكورة أو المدير الفني الكورة ده بتبقى جوازة الكورة هي حياته طبعا مش بيته صح فأحيانا كلوب بعد أربع سنين ولا خمس سنين ولا ست سنين بيحن لبيته عايزة أرتاح شوية يقول لأ عايزة أشوف بيتي قل بالك زي النهاردة جينز ده مثلا بقاله سنتين تاتة هما بيدربش قرر أنا هرتاح شوية بس هي زهابي مان هو رجل سعيد قال لك أنا مستمتع بأن أنا عايش في الأسرة لعيب مدير فني ما كنتش عايش في أسرة بس سمتع بدا